ما هي المفاتيح اللي أنا مفروض أعملها عشان أشفى؟ علشان أعرف المفاتيح ديت محتاج أن أنا أقرف سفر الأمثال في الصحي الرابع أقرأ آيات بسرعة كده يقول الآيات الشهيرة الرب بيكلم أولاده يا ابني اصغي إلى كلامي أمل أذنك إلى أقوالي لتبرح عن عينيك أحفظها في وسط قلبك لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد جميلة قوي إنه كلمة الله هنا بنشوف إنها هي الدواء كلمة الدواء ده معناه إنه زي واحد كده رايح لصيدالي معه البرسكريبشن كده ويصرف وأخذ الدواء وبيأخذ الدواء الآيات دي بتقول بالزبط كده إنه زي ما الدواء مثلا بيقول الدكتور قالي لازم أخذها ثلاث مرات في اليوم أخذها قبل الأكل بعد الأكل بظروف معينة في مواصفات إزاي أخذ الدواء وهي على فكرة نفس الكلمة من رفيه يعني بتتكلم عن الرب شافي هي نفسها الكلمة بتاعني الدواء والعلاج بزا رفقها وفكلمة ربنا بتعلمنا من سفر الأمثال والصح الرابع كده إنه إيه الدواء أنا عندي مرض والمرض هنا بيتكلم إنه مش مثلا عشان حد يقول ده مرض لروحي أو كده إنه كلمة ربنا هتخفر لي خطيتي وكده وده بكل تأكيد ده الأساس وده مهم جدا لكن هنا كلمة واضحة ما قدرش أهرب منها إنه كلمة ربنا هي الدواء اللي أكله أخده وكأنه زي ما مفعول كده الأنتبيوتك يشتغل كده يشتغل 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 وخلاص